طيب أروح معك سريعا لمطش النهاردة هزيمة يعني مدوية يعني مباراة تحية في كاس العالم أعتقد أنها نتيجة قيلة جدا يتحمل مسؤوليتها في المقام الأول أنا ما شفتش منتخب إيران قبل البطولة بصراحة بس مهما كان ما أعتقدش أنه منتخب وصل لكاس عالم يشيل ستة في أول مباراة وأعتقد أنه كيروش حطت بصمته في المطش ده بما لا يدع مجل الشك هو يعني إيران بشكل عام بتعاني بمشاكل داخلية مشاكل سياسية الفترة اللي فاتت ده مأثر بشكل كبير على مستوى المنتخب قائد الفريق صادق قال كلام النهاردة الصبح أو مبارح في المؤتمر الصحفي أنه هو قلبا وقالبا مع الشعب الإيراني ضد حكومة إيران في نفس الوقت اللعيبة أساسا في النشيد الوطني ما كانوش بيرددوا النشيد اعتراضا على ما يحدث في إيران الأيام الأخيرة ولكن ده برضو أثر عليهم في الملعب بس برضو مخسرش ستة تعال نبص على منتخب إنجلترا أصلا بشكل عام هو منتخب إنجلترا نازل من الديئة الأولى فارد أسلوبه فارد أسلوبه يعني ماسك كل شبر في الملعب ومغطيه بالعب هو ساوس جد بصراحة محظوظ يعني أنا ما شفتش إنجلترا عندها سكواد زي ده من سنين كتيرة جد يعني تحتار تحط مين ولا مين يعني ده مقعد في الفودن بره بالزبط في الفودن واحد من أفضل المواهم موجودة في العالم طبعا وهاري ويلسون واحد من الهدفين اللي موجودين مش عارف ينزل إمتى وماركوس راشفورد يطلع مين عشان تنزل مين بالزلط يعني الساكة خرج في الديئة 70 وجاء بجنين ونزل مكانه ماركوس راشفورد سجل في الديئة 71 سجل هو محظوظ فعلا ساوس جد أنا شاف إنه منتخب إيران يعني هي البطولة بالنسبة له مشاركة مش أكتر المشاركة اللي كانت مع كارلوس كيروش برضو بس في 2018 كانت مشاركة مميزة وعملوا نتائج مميزة وكسبوا المغرب طبعا بهدف آون جول في المباراة الأولى بس بشكل عام كان مقدم مستويات أفضل أكيد من اللي ظهر النهاردة أنا شايف إن ده إن المشاكل الداخلية أثرت على منتخب إيران بس فكرة النتيجة نفسها أنا لو هبص على الجانب السلبي معهم ويلز وأمريكا ويلز هلعبوا النهاردة بالليل هلعبوا النهاردة بالليل بس أعتقد أن فرصهم مازالت يعني على العكس من قطر مثلا بقول إن خسرتها أمام إكوادور صعبت أي فرصها لكن خسرت إيران من إنجلترا ما أعتقدش إنها قضت على أمال المتخب الإيراني في البطولة ما أعتقدش برضو أن أمريكا طبعا منتخب قوي ويلز مش هقول منتخب ضعيف لكن في النهاية كل الاحتمالات وردة أفضل أقول مصبوط صعب وكمان النتيجة تحت النهاردة هتحدد يعني لو خلص التعادل هيبقى فيها شوية أننا ممكن يعني الماتشين اللي جايين هيبقى قدام الفرقتين دول منتخب إيراني يقدر أنه يستفيق من مباراة إنجلترا خصوصا أن منتخب أمريكا بشكل عام فيه تجديد دماء بشكل كبير اللعيبة اللي كانت موجودة المشهورين واللي نعرفهم في منتخب أمريكا ما بيقوش موجودين شوية موجودين دلوقتي سيرجينيو ديست بتعميلا وستون ماكيني كمان يوفينتوس وكريستين بولزيتش بس التلاتة بصراحة السنة دي بيقدمهم أسوأ مستويات ومنتخب ويلزم جاريس بيل بيلعب جلوات في دور الأمريكي أصلا ومنتخب بشكل عام أيرون رامسي بيلعب في سيلتك تقريبا فالفرص ما زالت قائمة زي ما انت قلت فعلا مش زي منتخب مجموعة لسه بدري على نتخب مجموعة